أخذكم على خبر كمان أكيد تعرفوا تطبيق التيك توك وهذا تطبيق مشهور كثير بتحدياته وكلنا نحب نتابعه ونحب نشوف التحديات اللي فيه وأنا رح أحكي لكم خبر عن آخر تحدي وهو تحدي لعبة الوشاح واللي للأسف أودى بحياة طفلة بلغت من العمر عشر سنوات في مقاطعة ثقلية في إيطاليا وفتح القضاء الإيطالي تحقيقاً أنه هذا التحريض على الانتحار وهذا لأن التحدي يحف المشاركين فيه على خنق أنفسهم لمدة محدودة من الدقائق في غرفة معتمة يعني إذا معكي أن الطفل هيموت مخنوقة هيموت من الغرفة معتمة هذه الأمور التحديات فيها رزق كبير كبير وتطبيق التيك توك بالذات أنا أجعلنا أنه أطفال الأطفال أما هي على فكرة أكثر مستخدمين التيك توك مراهقين وأطفال بس هم التيك توك نفسه حط رقابة خاصة للأطفال يعني إحنا من فترة تكلمنا عنها لو تتذكر أنه ما صار أنه يعني ما يكون فيه أي عمر معين مثلاً يسمحون أنه هم يفتح أكاونت أو يقدر يتفرج على كل شيء وما يتفرج على كل شيء فعلياً طب إذا هذا الأشياء موجودة أنت من سنة عرفته أعتقد أنه الرقابة هذه مفاعلة بشكل قول أنه بينشوف أطفال موجودين لا تالتي أحياناً أنا هنا سمحيلي أو أكد على أولياء الأمور اللي بيسمعوا الحسابات لأبنائهم أحياناً ما يحطوا عمر الطفل الحقيقي أثناء عملية التسجيل نزبوط أو يعطي ابن حسابه ما يروح يفتح له حساب خاص بعمره عشان التيك توك يقدر يساعدهم أو اليوتيوب يقدر يساعدهم فأنصح كل أم وأبك بليز وإنت بتسجل احمي ابنك من البداية سواء التطبيق كان فيه خصوصية أو ما فيه خصوصية حط عمر الإبن الصحيح لماذا أصلاً يفتح له ابن حساب في تيك توك أنا ولد عمره خمس سنين ولا عشر سنين لماذا أفتح له حساب يصير غلط مو معنات أنه بيصير مو معنات أنه أنا سوي لا ما هي حياته مو معنات أنه أنا ما عندي اختيارات تاني وفشل الإعلام في توجيه إعلام موجه للطفل وخلق برامج أطفال تخص الطفل وتواكيب هذا التطور معنات أنه أقول أنه والله ما عندي خيار تاني خلي وانا دي أدخل على تيك توك وسناب شات وكل شيء أنا ما قلت أنه إحنا ما عندنا خيار تاني ولكن هذا الشيء مسيطر الآن خطأ على الوضع مو شرط نمشي مع الموجه الخاطئ ما نقدر أن يكون فيه بس برقابة مشددة أكثر ما نقدر أن يكون فيه بس برقابة مشددة أكثر مهما التطبيقات مهما التطبيقات عمرت خصوصية خليها تتفرج من حسابي وخلاص لا لازم حساب الأطفال يوتيوب كيدز طبعا وغير كده ترى هذه ما هي أول حادثة يموت فيها طفل بسبب أنه بيجرب حاجة شافة على هذه مواقع التواصل الاجتماعي أو لعبة أو شيء حصلت كثير وللأسف ما زالت بتحصل وزي ما قلت يا لبنة هذه في الأخير برضو تقع المسؤولية على الأم وعلى الأم